القادر مبروك ما حكم الصيام والإفطار بالحساب الفلكي وليس برؤية الهلال قد مضى معنا الكلام في بداية الشهر بأن هذا مذهب لبعض أهل العلم منهم أبو العباس بن سريج من الشافعية ويقول به أيضا بعض علمائنا المعاصرين وقد أخذت به بعض البلاد فليس هو بالقول الشاذ ولا المهجور ولا المرغوب عنه بل لهم في ذلك وجهة نظر معتبره حيث يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا 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 وقبض إبهامه هكذا فقالوا هذه الأمية قد زالت والحمد لله وصار الناس يستطيعون الحساب فلا بأس أن يأخذوا به لأنه أقرب إلى اليقين وأبعد من الخطأ